فيما قرر الدول مجموعة إكواس تفعيل قوة احتياطية لتدخل عسكري محتمل في النيجر لإعادة بازوم للسلطة، قادة الإنقلاب فينيامي يتخذون خطوات عسكرية مضادة. ولقطع طريق أمام أي محاولة في هذا الإطار، سمح المجلس العسكري فينيامي للقوات المسلحة في كل من مال وبوركينافاسو بالتدخل على أراضي النيجر في حال تعرضت لهجوم. ما يحدث الآن هو ترجمة لتصريحات مسؤول مال وبوركينافاسو السابقة، حيث أشاروا فيها إلى أن أي هجوم على النيجر هو بمثابة إعلان حرب عليهما. تطورات بحسب مراقبين تؤشر على أن المجلس العسكري في النيجر يعتزم مواصلة مقاومة الضغوط الإقليمية التي تمارس عليه للتخلي عن السلطة. وما يفسر إسرار القادة الجدد في النيجر على التصدي لأي تصعيد عسكري يلحف الأفق، هو فتح باب التطوع أمام الشعب في أوقات سابقة للالتحاق بمعسكرات تدريبية حتى يكونوا على جهوزية تامة للحرب. ورغم شبح الحرب الذي يحوم حول النيجر فهناك جهود دولية وإقليمية تبذل لمنع توجه الأمور إلى الحل العسكري وإقناع قادة الانقلاب بعودة محمد بازوم إلى الحكم. لكن لا نتائج تذكر حتى اللحظة ولا حلول قريبة تزيل سحابة الحرب.